اكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ان اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العزم والإرادة على الإسهام في الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والمقيمين واشهد وزير الخارجية بجهود الموظفين وحرصهم على أداء الواجبات الموكلة إليهم بكل تفان وإخلاص وقال إن الجهود الوطنية للتصدي للجائحة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين على حد سواء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز وكد سعدة وزير الخارجية أن الحفاظ على ما تحقق من نجاح حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة مؤكدا أن ما قامت به الكوادر البحرينية هو محل فخر واعتزاز لكافة منتسبي الوزارة وأن نيلهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي هو تقدير كبير لجهودهم الوطنية المخلصة ومشاركتهم الفاعلة في جهود التصدي لهذه الجائحة جاء ذلك لدى تفضل سعدة وزير الخارجية اليوم بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعدة السفير خليل يعقوب الخياط القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون القنصلية والإدارية وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي وزارة الخارجية انفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية تمين نحن نشتغل بكل جد واجتهاد خدمة لمليكنا خدمة لوطننا خدمة لأهليننا كانت الأمور كلها صعبة على الدنيا كلها لكن باجتهاد من نحن ومتابعة من مسؤوليننا قدرنا نحن نقدم شيء هذا بالأصل واجبنا أن هذا الوسام الذي كان له سمة عالية أي يحمل اسم سيدي السمو الأمير سلمان بن حمد هذا الوسام أنه يبين برهان على دعم القيادة الحكيمة ودعم وتقدير الإنساني للمواطنين الذين يبذلون الجهد وهذا ما يدفعنا دائما للعطاء المستمر والغير محدود أنتهت هذه الفرصة وأتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لعدد من الذين أشرفوا وقاموا بإدارة هذه الأزمة وأعتبر نفسي فخورة كوني جزء منهم وأشكر سيدي سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لأنه كان مصدر إلهام لنا من خلال قيادته لفريق الوطنين يتصلي لفيروس كورونا تحقينا هذا الوسام طال عمرك من خلال عملنا المتواصل الذي واصل ليل والنهار في مكتب صاح سموالي الكلمة يرسمها من حمل الخيف الرئيس وزرائي العهد حيث أننا تابعنا الحالات القائمة وتابعنا الفحوصات وعلى الفحوصات وعدينا الجداول والتقارير التي ترفع لسموه الكريم من أجل متابعة الحالة الحالة الووائية في الملك البحرين